عن جديد مشاهدينا نحن وياكم منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات بيفوز على نظيره الاندونيسي بالنصف النهائي بالأردن وبيرجع بيفوز بدورة بطولة أسيا وبيرجع بيفوز على الفريق الأردني بأرضه مع وحش المباراة ووحش المنتخب كان لها السنة هيدا اللي لقبت فيه هالسنة عيدة باخص هاي كيفي صباح الخير صباح أنا كتير بنبصد فيكي بس كوني ضيفتي لأنه هالشغف اللي عندي كيالة اللعبة هالحب لقبت بوحش الشاشة وانت كتير عندك أنوسة وحش الشاشة قلت وحش المنتخب شو قصة هالمباراة اللي كانت هالسنة عيدة وصلتوا لنهائيات وربحتوا دورة أسيا يعني طلعتوا من ديفيجن بي لديفيجن اي خبرين كتير عن هالستابس هال اللي اللعبة بتمرق فيهم وأكيد الفضل لقلكن منتخب السيدات هالسنة توصلت فريق السيدات اللبناني لها المرحلة بصراحة هذا إنجاز كتير كبير للبنان يعني صلنا عشر سنين عم جرب نطلع على ديفيجن اي الحمد لله هالسنة قدرنا نطلع ما كانت هينة أبدا تحضرنا بس قبل بشهر من البطولة عنديك الفرق الكاملة عم تتحضر قبل بستة شهر راحهم معسكرات بس بتعرف الوضع بلبنان ما ما سمح لنا نقدر نتحضر أكتر من هيك بس مثل ما بقوله فتنا كلنا يعني بدنا نربح لأنه بتعرف الضغط بلبنان وحسينا إنه هيدا الشيء الشعب اللبناني بحاجة لقلو تنعطيه أمل وهوب إنه كل شيء لو القصة الصعبة بالعكس بتخلينا نصير أقوى كنتوا أنتوا بحاجة إلو كمان نحنا كنا بحاجة إلو يعني فضينا كل شيء على الملعب بصراحة مثل واحد هيك كن عنده هم وراح أحلى شعور وأحلى منتخب اللعبت فيه بالكاريير طبعي وصلتوا لهونيك وأكيد أنتوا بتعرفوا اللعبة بتعرفوا الخصم بلوتو كيف كيف تقدرتوا توصلوا اليوم على البطولة على أرض الأردن؟ ضد المنتخب الأردني مضبوط كانت بطولة صعبة يعني عنديك فريق إندونيسيا ولا مرة لعبينين ضدو سمع عرفنا وقته إكسباك بس هيدا بيرجع على شغل الكوتشينج ستاف عملوا شغل مثل سكاوتينج للفرق تيشوفوا مين منيح وعشو بنا نشتغين وهيك سو حمد الله كنا كلنا إيد واحدة وهيدا اللي ساعدنا إنه نقدر نربح خلينا البطولة تبين هين لأنه كنا كلنا عن جد عنا طاقة وإنرجي وحماسة نربح والبطولة كنت كتير صعبة يعني من أصعب البطولات اللي لعبت فيها بس قد ما كنا مبسوتين لأنه كنا موقفين منتخب صرنا الشي ثلاث سنين مشان الكورونا مشان الكورونا مشان الكورونا سو هيدا حلم لإنا كنا نرجع كلنا نلعب نمسل بلدنا عيدك أنت عم بتقولي قبل برات الهواء إنه الملعب كان كتير كبير عادة ملاعب المنتخبات للسيدات بتبقى هيكي أنعم صح هالمرة الملعب كان أكبر يمكن بحجم يمكن كانوا متوقعين إنه الحجم يكون هيك خبريني على الجمهور اللبناني بالملعب جمهور اللبناني ما تركنا ولا دقيقة يعني ستارتينج من إنه يجوا عالجيمات للسوشيل ميديا بالفينال ما قدروا فاتوا جمهور اللبناني يعني قد ما الملعب كان مفول عطوا ساكشن صغيرة للجمهور اللبناني وكانوا يعني ما في يقصف لك الشعور يعني بعد كل جيم قد طلع بالفريق نروح نقالهم تانكيو بلش ابكاء بلش ابكاء يعني كأنت آتليت حلمك تلعب قدام جمهور ونحن البنات بلبنان عنا جمهور بس مش متل خجول خجول لأنه الكل بيروحوا على جيمات الشباب أكتر سو هيدا كان حلم وكان عطينا موتيفاشن كتير كبير تنربح للجمهور منشوف بالصور هلا هون صورك انت ولكن بالصور هون مسلا كلهم هيك صبايا صغار صح من وين مثليك كيف جبتوا هالقوة كله انه تلعبوا وتكونوا هالقدي اجراسيف عالملعب عالملعب هلا بالملعب أنا بعرف من حالي أنا برات الملعب كتير بستحر بس وقتها انزل عالملعب يطلع برسناليتي شخصية كمبليت لغير هكي هكي لأ أبوكي صح 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 صراحة ما بعرف الشعب اللبناني عن جد قد ما تبعنا وحمسنا وكن بدو ينا نربح أكتر من ما نحنا بدنا نربح يعني حسينا إلن فضل كبير يعني كانت هالبطولة أول بطولة بقولها ربحتها للشعب اللبناني يعني وبفخر لأنه لو ما منهم ما قدرنا عن جد نوصل للي وصلناه هالقدي كتير كتير يعني قالونا مرسيع طايتونا أمل وفشينا لنخلقن كانو بحاجة لأله ليش دايما في تفرقه بين نظرة الناس للمنتخب الشباب يعني بتحس في جمهور أكتر في حماس أكتر ملاعب أكبر ومنتخب البنات السيدات تنقول لأنو بفكر في كمانا ما عكون لعبات عندهم أولاد ومجوزين بشيب ليش هال certain discrimination فينا نقول صح هيدا الشي بالرياضة بحيالها رياضة يعني مش بس بالمنتخب عندك الشباب يجيون سبونسورز اكتر دعم اكتر نقل تلفزيوني اكتر نحنا المرأة بقول مظلومين مش بس بالرياضة حتى بالاعلام يعني حيالها شي بس بعتقد عم نوصل لمرحلة عم نوصل لزات اللفل طبع رجال وهيدا انا دايما بقولوا انه السوشال ميديا والاعلام والتغطية بساعد رجال يبين اكتر من البنات هلا بقولوا رجال في سبونسور بيجيبوا مصاري بس اكيد بيجيبوا مصاري لانا عم تنقلوهم عالتيفي كيف نحنا حيجينا سبونسور اذا ما عم ننقل الجيمات عالتيفي اما الدعم اللي لازم يصلنا اذا العالم ما عم بتشوفنا وما عم تتعرف علينا سهيدا اكيد بأثر كمانا طب كيف عم يجيكم دعم اليوم؟ بصراحة لحديث اليوم لانه اليوم ما فرض يجيكم بما انه انتوا انتقلتوا لديفجين اي يعني صار العينان عليكم وعم تثبتوا وجودكم على الساحة متل ما بيقولوا ولكن قبل كيف كان يجيكم سبونسورز كيف كنتوا تتعاطوا او بصعوبة؟ هلا اكيد بصعوبة هلا بالمنتخب الشوي اهيان جينا سبونسور من انه النواد العادل بلعب مع مصاري مع نادة بيروت بصراحة الاتحاد تكلف كتير بهالبطولة وكننا عنا سبونسور واحد روبو قام وطيبنا الكابالي بس كدعم من الدولة ما اجينا الاتحاد هو دعمنا يعني حتى بنزيناتنا بقولوا بوكت ماني وبونسز بس كمن الدولة ما اجينا شي يعني هيدا الشي كمان بزعي لانه الاتحاد بحاجة لدعم البطولة مكلفة فوق ستين الف دولار يعني مكلفة كتير وبشكر الاتحاد انه عطينا هيدا الابورتشونيتي نلعب وخاصة بها الوضع يعني غير بلدين تاني اكيد بحس ما ما كانوا شاركوا سو اكيد بطلبوا من الدولة يعني تهتم برياضة اكتر نسائية والرجالية ويدعمونا لانه في تالنت مخيفة بلبنان كتير اليوم من بعد هالمباراة انتقلتوا من مرحلة لاخرى يعني من ديفيجين بي لديفيجين اي يعني انتوا صرتوا منتخب فرانت رو متل ما بيقولوا صح هلا الديفيجين اي هلا صار عنا مسؤولية اكبر بكتير والديفيجين اي عندك تحضير الى بعد سنتين تتلعبية صو عنا من هلق لسنتين تتحضر وهيدا الشي اكيد بطلب من الاتحاد انه ما نوقف تمرين كمنتخب نتحضر من هلق لسنتين لانه ديفيجين اي كتير صعبة تتبقى فيها بس ديفيجين اي يعني انت ش يعني بتلعب مع مين بتلعب مع استراليا نيو زيلند شاينا اليابان وهي اللي بيربح بتأهل بطولة العالم صو هي يعني اكبر بطولة بتلعبية بحياتك اكيد بعد الالامبكس وهيك هلق تنكون رياليستيك صعب نربحها بس الهدف طبعنا نبقى بالديفيجين اي ما ننزل بقى للديفيجين بي سو هيدا الطارجت طبعنا بس ويردي انتو ترجعوا تنزلوا يعني هي تتأيموا الفريق بيتأيم حسب لعبه بالسنة بينزل او بيطلع ببطولة البطولة اللي منشارك فيها اذا ما ربحنا مننزل عالديفيجين بي واللي بيربح ديفيجين اي البي بيطلع عالديفيجين اي هلق نحن طلعنا ديفيجين بي اي منتخب الهند نزل من الاي للبي معنية اللبناني بده يضال محافظة عمستويه يضال يقدر يلعب ببطولات عالمية اكتر صح بس حتى لو خسر هلق اه او في كوطة معينة كم مباراة لازم نربح كم مباراة صح نبقى بالديفيجين اي وقتها تبقى بالديفيجين اي الرانكينج العالمي طبعك بيعلى يعني بيعلى كتير منيح سهيدا شي كتير منيح للرياضة اللبنانية يعني عايدة في عمر معين للسيدات يقدر يضلون يلعبوا بالفريق لا بصراحة ما في عمر انا بعرف من حال وقتها ما اقدر بقى اعطل اللعبة ساعتها انا بوقف بس كعمر محدد ما في خبرينا شوي عن الخبر لما تلاقوه بلبنان وهالسوشال ميديا اللي فعلت معكن كتير ومحبين اللعبة قديش تفعلوا معكم وقدي زيدوا لانه انتوا ربحتوا يعني حببتوا الناس باللعبة اللي بيعبوها السيدات لانه عادة الفرق الكرة السلة هي اكتر للشباب يعني تحمسوا علي الناس كتير مبسطة وبصراحة وصلنا من الساجات كتير اقنونا ان شاء الله الشباب يتعلموا منكن لانه اجاسب مع الشباب في شوي مشاكل البنات كلنا كنا متفقين ايد وحدة ما في غيري سو بالعكس العالم كنت واقفة معنا وشجعتنا وشافت قدينا احنا كلنا ايد وحدة وبدنا نرباح وما حدا عم بيلعب لنفسه عم بيلعب لا يربح سو دعمونا بكل جيمات يعني انا كتفتح لايف مثلا على تيك تاك يجي ميسج بيقولولي نحنا من سريلانكا عم نحمسكن انه لهالقد وصل اسم لبنان البعيد حتى حدا من اندونيسيا من المالديف يعني وصلنا عملنا اسم كتير للبنان لانه فرجينا صورة كتير حلوة عن لبنان انتو خبتي حسب تصويت الجمهور انت نمبر وان حسب تصويت طبعا الام في بي اللي هو يعني افضل لعبة بالبطولة افضل لعبة بالبطولة نعم غير شي فيك هيك حسيت شي جديد لا بس هيدا لقب حبيته لانه الجمهور هو اللي صوت نعم يعني بهالبطولة ماكن في افضل لعبة ماكن في شي عادة بالبطولات فيه بس كان فيه هيدا بس جمهور بسويت صو بالاخر نحنا عم نلعب للجمهور نعمل جاو نتسلة صو هيدا اكيد شي عنايلي كتير لانه الجمهور صوت له مين اكتر حدا حت سكور بالبطولة في انا وريبكا هي كمان معي بالفريق بكل جيم بتلاقي حدا عن جد بصراحة بس بالاخر مش حسب السكور لانه الجمهور بيتحمس صح على حسب السكور حسب هاللاعب كيف بيلعب بيلعب يعني ما لقبتي وحش البطولة هيك عالفاضة يعني يعني بديك تكوني كسرتي الارض حتى اكيد لا في عالم حطه في عالم حطه اكتر تسكور مني بس بالاخر شو قدرت انا اعطي للعبة يعني انا اوه سكورينج عم جيب ريباوند عم يلعب ديفنسو اقدمت اكتر من شغلة واحدة من انه سكور بس عن جد بدي اشكر الجمهور على التصويت لانه مش هاينا الواحد يفتح ويسوت ويعمل سو اواز هابي عيدة بتشجعي البنات يلعبوا باسكت باللبنان اكيد حياللا سبور مش بس باسكت بس بس باسكت بس بلوند دوند جيف اب يعني حتقطعوا بمراحل كثمراح ما تستسلموا حتقطعوا بمراحل كثير كثير صعبة انا الهلأ بقطع فيها بس ان شاء الله انا عم بعمل شغري مزبوط تهين الطريق لليونجر جنيريشن وساعدهم يوصلوا قد ما انا وصلتوا اعلى منه قدي دعم الاهل مهم كتير لو ما من اهل المام والبابا واختي ما بوصل يعني ستارتنج من انا وصغيري بعطونا عاميركا تألعب باميركا يعني ما حدا بيبعد بنته لحاله عمره 15 سنة على بلد ما بنعرفه سو بالعاكس اهلي بكل جيم بكل انترفيو بكل يعني بتلاقيهم اول اشخاص هونيك انا بقلك مارسي انو لبيتينا اليوم ويعطيكم الف عافية وان شاء الله بنشوفك ببطولات عالمية عيدة انت والفريق مارسي كتير عن جد انت ما بتأسري معنا ابدا انو دايما بتحمسوا الرياضة النسائية وبتشربوا تعطونا الضوء اللي احنا نستاهله شكرا لكم ومشاهدينا ننتقل لبريك من بعدها منكون مع اخر فقرة لليوم اشتركوا في القناة